بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين اللهم آمين حياكم الله إخواني الطلبة في الصف الرابع في مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين في هذا الدرس الممتع والمفيد إن شاء الله تعالى كونوا معنا خطوة بخطوة ولا تلتفتوا إلى غير هذا الدرس حتى نستفيد من مشاركاتكم ويستفيد جميع الطلاب من مشاركاتكم أيضا درسنا اليوم عن اهتمام الإسلام اهتمام ديننا الحنيف بالعلم كيف هتم ديننا بالعلم وكيف هتم بالثقافة وكيف هتم بالمعرفة وكيف هتم بالتراث نبدأ معكم وحدثكم من أستاذ محمد علي الأبرش بسم الله الرحمن الرحيم نذكركم بقواعد هذه الحلقة يرجى عدم التشتت في هذه النافذة وكونوا معنا خطوة بخطوة إن شاء الله وسيكون هناك تسجيل درجات وتقييم في برنامج الكلاس دوجو للأشخاص المهتمين معنا سنتعلم في هذا الدرس تلاوة السورة الكريمة تلاوة حسنة ومعاني المفردات والتركيب الواردة في السورة الكريمة وأيضا نتعلم أسباب النزول والمعنى الإجمالي للسورة والدروس المستفادة سؤال وسيأخذ معنا هذا السؤال بضع دقائق ماذا تعرف أو ما الذي حدث في غار حراء سأدرككم بدقيقة حتى تفكروا معي ما الذي حدث في غار حراء ونأخذ أجوبتكم بناء على ذلك تفكروا مع Gabe اشتركوا في القناة اذا بعد ان اخذنا هذه الاجهة الجميلة والمتميزة ما الذي حدث في غار حراء من كلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار كما تعلمون يا ابناء الطلبة ويا اخواني ويا احبابي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الليالي الكثيرة في غار حراء قبل ان ينزل الوحي اليه وهو سيدنا جبريل عليه السلام ماذا كان يفعل كان يذهب الى السيدة خديجة رضي الله عنها وهي زوجته الطاهرة الصفية كان يذهب اليها ويتزود بالطعام والمأكل والمشرب ثم يذهب حاملا معه هذا الزاد وينطلق مباشرة الى غار حراء ينطلق لكي يقوم بماذا لكي يتعبد الله تعالى ليقوم بعبادته ليتفكر في هذا الكون قبل ان يأتي اليه الوحي نعم قبل ان يأتي اليه الوحي يتفكر بهذا الكون من خلق هذا الكون من الذي ابدعه من الذي صنعه ما هذا الاتقان العجيب الذي نراه في هذا الكون ثم في لحظة من اللحظات وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من عمره أربعين سنة أتاه الوحي ومن هو الوحي سيدنا جبريل عليه السلام أتى اليه وقال له يا محمد اقرأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم قال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ ثم سأله الثالثة فقال له اقرأ قال له ما أنا بقارئ قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كما تشاهدون يا أحبابي الكرام كم مرة تكررت لفظه اقرأ في هذه الآيات مرة أم مرتين أم ثلاثة أحسنتم مرة أم مرتين أم ثلاثة نعم أحسنتم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم إذن تكررت مرتان معنا تكررت ماذا مرتان معنا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إذن يا شباب ما هي أول كلمة مش أول آية ولا أول سورة أول كلمة نزلت في ديننا في كتابنا في قرآننا أول منهج أول أصورة أول إرشاد ما هو أول إرشاد النزل اقرأ ماذا يعني هذا الكلام نعم اكتبوا أحسنتم أن ديننا الكريم حثنا على العلم حثنا على المعرفة حثنا على الثقافة بارك الله بكم يا شباب إذن إذن هذا عنوان درسنا اليوم أن الإسلام حث على العلم وحث على المعرفة واهتم اهتماما كبيرا في العلم وبذلك نكون قد انتهينا من هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر مكية ما معنى أنها مكية ما معنى أن السورة مكية ها هيا يا شباب جميل السورة المكية ليس معنى أنها نازلت في مكة فقط لا وإنما السورة المكية هي التي نزلت قبل الهجرة نعم أحسنتم يا شباب نزلت قبل الهجرة والسورة المدنية هي التي نزلت بعد الهجرة إذن السورة إذن السورة التي نزلت في مكة المكرمة بعد الهجرة تسمى مكية أم مدنية مدنية مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم هذه سورة النصر وهذه السورة نزلت في مكة نعم نزلت عند فتح مكة عندما منى الله تعالى على المسلمين بأنهم فتحوا مكة صلحا وسلاما وآمن أهل مكة جميعا وآمن أهل مكة جميعا فهذه السورة تسمى مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة طيب صورة العلق صورة المكية وهي كما قلنا أول سورة نزلت في القرآن الكريم أول الآيات التي نزلت في القرآن الكريم هي آيات سورة العلق وعدد آيات هذه السورة يا شباب لأنها درسنا في التفسير عدد آيات هذه السورة 19 آية 19 آية ماذا تناولت هذه الصورة ما مقصودها ما أهدافها ما الذي احتوت عليه أريدكم لمدة نصف دقيقة أن تقرأوا الكلام المكتوب هنا بارك الله بكم يا شباب إذن تناولت هذه الصورة النعم الكثيرة التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان صحيح نعمة الحقل نعمة السمع نعمة البصر نعمة الشم النعم الكثيرة نعمة المشي وتعددون وتعددون الكثير من النعم ولا ننتهي نعم عظيمة جليلة من الله تعالى بها على الإنسان فصورة العلق ذكرت شيء من هذه النعم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق نعمة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم نعمة أنك تستطيع يا إنسان أن تكتب علم الإنسان ما لم يعلم ثم ما الذي تناولته هذه الصورة ما الذي احتوت عليه هذه الصورة أن بعض الناس ينسى هذه النعم يقول لا هذه نعم من عندي أنا ليس الله تعالى هو الذي رزقني ينسى فضل الله تعالى عليه هذه مشكلة كبيرة فبعض الناس يطغى بعضهم على بعض والأموال تتحكم بقلوبهم وأهوائهم فتكون الدنيا في قلوبهم وليس في أيديهم فيتمردون على أوامر الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى كلا إن الإنسان لا يطغى وقصة أبي جهل قصة عجيبة جدا رغم أنه يعرف أنه الحق وأن دين الإسلام هو الحق ولكنه يتكبر يتجبر لا يريد أن يؤمن حتى أنه يتنصط حتى يستمع بعض آيات الله تعالى بدون أن يعلم الآخرون ويروه البعض ويقول له يا أبا جهل لماذا تستمعوا إلى آيات الله ثم يقولون سنتعاهد ألا نرجع إلى هذا المكان مرة أخرى ونسمع على القرآن الكريم ثم في اليوم الثاني يعودون ويلتقون وهم يستمعون إذن هم يعلمون أن هذا هو الحق ولكنهم يتكبرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة يا رطيف أعذنا الله إياكم من ذلك ولهم عذاب عظيم في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا فكان أبو جهل ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة يضع فوق رأسه الألقاذورات ثم يزيلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعذبه ثم يؤذيه بالكلام وفي أهله والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب ثم ما لبث أن أذل الله تعالى أبا جهل شر إذلال ما لبث أن أذله شر إذلال وقتل في معركة أي معركة يا شباب أحسنتم معركة بدر شكاց شكرا شكرا أصبع شكرا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغاه أرآه استغنا إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقتلب صدق الله العظيم ونراكم يا أحباب في الدرس القادم سنتحدث عن الدروس المستفادة في هذه الصورة ومعاني المفردات فتابعونا نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة